الحمد لله تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وتتوالى على العالمين آلاؤه سبحانه لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس ذاته معظمة أزلية وصفاته مقدسة أبادية موجد الأشياء وخالقها ورازقها عالم ظاهرها وباطنها رب الحياة والموت رب الآخرة والأولى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحابة الطاهرة رحاب مسجد الحصري بحي السادس من أكتوبر ونحن نقضي معكم اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي الأساد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويحضر معنا في هذا اليوم المبارك فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم شحاتة وفضيلة المهتهل الشيخ بلال مختار وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمود عطية إمام وخطيب مسجد الحصري وبحضور قيادات الدعوة بمدرية أوقاف الجيزة ويتقدمهم فضيلة الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة والدكتور صبر الغياتي مدير الدعوة بالمدرية والمراكز الثقافية ولفيف من السادة علماء وزارة الأوقاف ورواد المسجد أيها الإخوة الأحباب نعيش في هذه الليلة مع خلق عظيم من أخلاق القرآن ومع شعبة من شعب الإيمان إنه خلق يمثل الدين كله خلق الحياء يقول الهاد البشير صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت الذاكر لله حي والغافر عن ذكر الله ميت ويقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم شحاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الخياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم أولياؤكم في القياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتغي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 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 ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي القسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ النظيم صدق الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم شحاتة إخوة الإيمان إخوة الإيمان يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء نستمع الآن أيها الإخوة الأحباب إلى هذه الكرمة من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حياكم الله عز وجل ورضي الله عنكم وأرضاكم وسدد خطاكم وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يكبر خاطركم وأن يحقق آمالكم وأن يستجيب دعاءكم وأن يغفر ذنوبكم اللهم آمين في البداية تحية كريمة عظيمة لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله عز وجل ووفقه ورعاه وسدد خطاه اللهم آمين ثم تحية كريمة عظيمة لكل قيادات مدرية أوقاف الجيزة وإدارة أوقاف السادس من أكتوبر تحية كريمة عظيمة جدا على هذا التنظيم العظيم والاستقبال الرائع والاختيار للأماكن جزاكم الله خيرا تحية كريمة الأستاذ شحات العرابي تحية كريمة الفضلت شيخ محمود تحية كريمة المشيخنا اللي اللي قاعدين على رأسنا من فوق احنا نتكلم عن الحياء وأنا مستحي منكم فسمحوني بنا يرضيكم جميعا الحياء يا جماعة هو خلق الإسلام كأنه بيملك ناصية المنهج الأخلاقي يعني لو حبدت لا خص خلق الإسلام كله قل لابنك خلي عندك حياء لأنه لو عنده حياء هيأتي بكل القيم الأخلاقية والفضائل وده أحد أسرار أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى وألوى الحياء ما قبش سيرة أخلاق تانية قال الحياء بس ليه قال إن الحياء يأتي بكل الأخلاق فمن استحيى أن يكون جاهلا كان عالما ومن استحيى أن يكون بخيلا كان كريما ومن استحيى أن يكون قاطعا كان واصلا فالحياء يمتلك ناصية المنهج الأخلاقي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء الحياء يعني إيه العلماء قالوا تعرف حل وأوي حفظه لنا من زمان قالوا الحياء تغير وانكسار يعتاري المرأة عند خوف ما يعاب عليه تغير وانكسار أتغير كده وش يتغير لو شفتيني على حاجة مش حلوة التغير والانكسار ده تلاقييني كده مداري لو شفتيني على هيئة مش مظبوطة يعني معنى ذلك الحياء غير الكسوف والخجل أصل الحياء ناشئ عن شخصية قوية مش عايزة تعمل حاجة تعبها أمالي الخجل ده اهتزاز شخصية طالب بيسأله الأستاذ الطالب عارف الإجابة ومش قادر يقف يكلم قدام زميله ده اسمه إيه حياء ولا كسوفه خجل ده كسوفه خجل أهلا يا فضيلة الدكتور سيد أهلا أهلا يا سيدنا يبقى هناك فرق بين الحياء وبين الكسوف والخجل اللي يدعوني إلى الحياء اللي يدعوك إلى الحياء يقينك إن ربنا شايفك ألم يعلم بأن الله يرى يا راقل ده إنت لو معك حد طفل مش هتعصي ربنا قدامه فلما تجعل ربك أهون الناظرين إليك هو ينفع المقرنة دي آت ينفع موسدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول له أوصيني يا رسول الله قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك تخيل لو راجل صالح قاعد تقدر تعمل حاجة غلط قدامه ده لو راجل صالح قاعد تستحي إنك تعمل أي حاجة فما قالك برب العالمين طيب الحياء له أنواع احفظ خمسة الحياء من الله الحياء من سيدنا النبي الحياء من الملائكة الحياء من النفس الحياء من الناس خمسة وعندي سؤال نجاوب عليه في آخر الكلام ونختم هو في حياء مقبول وحياء مرفوض يعني في حياء يرفضه الإسلام هنجاوب عليه لكن أنا عندي خمس أنواع استحي من ربنا جل وعلا استحي من الله طب استحي من الله ازاي يتولد عند الحياء من الله ازاي الإمام الجنيد والإمام الثوري قالوا يتولد الحياء من الله من رؤية النعم ورؤية التقصير يعني ربنا مغرأك في نعمه وانت مؤثر في حقه يا رجل عب عليك آدي الموضوع يتولد الحياء من الله من رؤية النعم ورؤية التقصير استحي من الله عز وجل ده القرآن بيعلمنا الحياء قال الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سدنا النبي عنده حياء إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله استحي من ربنا الإمام إبراهيم بن أدهم جي له واحد شو بقى خمس حاجات يولدوا عندك الحياء من ربنا قوي الإمام واحد جي له بيقول له يا إمام أنا بعص ربنا وكل ما أعصي أتوب ثم سرعان ما أعود يعني أعصي أتوب أرجع تاني للزنوب سيدنا النبي قال لواحد من الصحابة قال له توب قال له أرجع أزنب تاني قال له توب مرة تاني قال له أزنب قال له توب قال له إلى متى يا رسول الله قال حتى يكون الشيطان هو المدعور يعني حتى تهزمين الشيطان لأنك لو عصيت وما توبتش يبقى مين اللي هزمك الشيطان لو عصيت ميت مرة إرجع الباب مفتوح مش هتقفل أبدا فالراجل بيقول لي إبراهيم بن أدم قال لي أعمل إيه قال له عليك بخمسة أشياء إذا أردت أن تعصي الله فعصيه ولكن لا تأكل رزق الله قال له الزاي والأرزاق كلها بيد الله قال له يا أخي هل ينفع إنك تأكل رزق الله وتعصيه إشتستح من ربنا قال له نعم هاتي الثانية قال له إذا أردت أن تعصي الله فعصيه ولكن لا تسكن بلاد الله قال له الزاي والبلاد كلها بلاد الله قال له ألا يليق بك ينفع إنك تسكن بلاد الله وتعصيه قال له لا هاتي الثالثة قال له إذا أردت أن تعصي الله فعصيه ولكن التمس مكانا لا يراك فيه قال له الزاي والله رب العالمين يرى ويسمع دبيب النمل السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تغفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب الرجل بك قال له أليق بك كيف يليق بك أن تعلم أن الله يراك وتعصيه هاتي الرابعة قال له إذا أردت أن تعصي الله فعصيه ولكن إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك قال له أخرني إلى أجل قريب قال له الزاي فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون هاتي الخامسة قال له إذا أردت أن تعصي الله فعصيه ولكن إذا جاءتك ملائكة العذاب ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم قال له توبتوا إلى الله عز وجل من هنا يتولد الحياء من الله بمعرفة الله برؤية الآلاء مع رؤية التقصير بتذكر أنك واقف بين يدي الله وحدك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا لنستحي يا رسول الله قال ليس ذلك كذلك ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطل وما حوى ويذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء بتحفظ خواطر عقلك وتخلي بالك من بطنك اللي يدخل فيها لازم يكون حلال ولذلك ذنون المصري لما بيسألوه عن مفاتيح لا إله إلا الله قال أربع كلمات في منتهى العجب قال لهم لو جئت يوم القيامة بمفتاح له أسنان فتح لك وإن جئت بمفتاح لا أسنان له لن يفتح لك وأسنان لا إله إلا الله أربعة لسان بغير كذب ولا غيبة وقلب بغير مكر ولا خديعة وبطن بغير حرام ولا شبهة عمل بغير مفتاح صعب الموضوع خلص جدا لسان بغير كذب ولا غيبة قلب بغير مكر ولا خديعة بطن بغير حرام ولا شبهة عمل بغير هوا ولا بدعة أدي أسنان لا إله إلا الله رايح ومعاك الأسنان دي باب الجنة يتفتح رايح ومعاكش الأسنان أمرك إلى الله عزيزي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنى ضخم جدا يعني قبل ما تعمل الحاجة فكر كده لما تعملها قدام الناس هتستحي منها ولا لا لا مش هستحي ده أمر عادي يبقى عملها طب لا هستحي بقى ما تعملهاش يبقى صار الحياء ضابط للفعل والترك نقطة مهمة مش معناها دعوة إلى إنك اعمل اللي انت عايزه طالما ما عندكش حياء لا ده صار كأن الحياء هو الفلتر اللي بيفلتر أعمل ولا ما أعملش ده معنى مهم جدا طب الحياء من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين أنت من حقه اخبارك إيه حقوق سيدنا النبي خمسة احفظ الإيمان الحب الطاعة التعظيم الصلاة على سيدنا النبي خمسة نقول تاني الإيمان الحب الطاعة التعظيم الصلاة الإيمان ما احنا كلنا الحمد لله مؤمنين بس خلي بالك الإيمان بسيدنا النبي محمد البشر يأكل ازاي يشرب ازاي يقوم ازاي يقعد ازاي يغتسل ازاي بشر ولي منها نصيب الإيمان بسيدنا النبي محمد النبي بالروحانيات والإعداد الإلهي والمعجزات لي منها نصيب الإيمان بسيدنا النبي محمد الرسول بالأوامر والنواهي والأحكام والشرائع لمنها نصيب واعلموا أن فيكم رسول الله بأخلاقه بالتأسي به الحب حب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطاعة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله التعظيم تأدب الواحد بيؤزى لما يلا أحد قل إن محمد قال قال محمد يا رجل عيب يا رجل الكسف والله العظيم ما تقبل أقول على اسم والدك كده يعني اسمك عحمد عبد الحميد أقول لك إيه عبد الحميد قال لي كذا كذا فتقول لي عبد الحميد مين أقول لك عبد الحميد أبوك تقبلها مني والله العظيم ما تقبلها لما حد يتجرأ كده قل إن محمد قال يا ابن عيل أنت بتقوله ده ده سيدنا اوعى تنت لتؤمنوا بالله ورسوله كده تؤمنوا بالله وايه اتنين ولا لا السياق وتعزروهما لكن اقولك وايه وتعزروه لان التعزير اللي سيدنا النبي تعزير لله يبقى احترام سيدنا النبي احترام لربنا والله ورسوله احق ان يرضوه والله ورسوله السياق يقول احق ان يرضوهما لا احق ان يرضوه لانك لو ارضيت سيدنا النبي ارضيت ربنا وقرت سيدنا النبي وقرت ربنا يا الله ايه العظمة دي بيجي حد يقول لك قال محمد يا الله تحسي بأذى تحسي كأنك بتقسمه الصين إزاي يعني وصل على سيدنا النبي بس ابن دارت سورة الأحزاب وانت بتواجه أحزاب الفشل والجهل وأحزاب الفكر المتطرف لأنها جاية 56 من سورة الأحزاب كان السياق تيجي في سورة محمد سيدنا وتجرسنا إنما جاية في سورة الأحزاب كأنه بيقول لك وعتفتكر إن الصال على سيدنا النبي وسيلة للعطالة والبطالة لا ده بتجدد شحنك الإيماني لأنها مصنع للرجال استحي من سيدنا النبي استحي من الملايكة لأن الملايكة من صفات يا الحياة سيدنا النبي قال عن سيدنا عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه مين الملايكة الإمام ابن القيم قال كلام عجب جدا قال إن معكم خركز من لا يفارقكم فاستحوا منهم وأكرموهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون يعني معنا على طول تم تيجي نكرم الملايكة فسألوا الإمام إزاي أكرم الملايكة قال كان الواحد من الصحابة إذا خلا بنفسه قال أهلا بملائكة ربي قاعد لوحدك في خلوة فتيجي بس هيقول إنك عادي يعني إنك مش مش كان سهلا قفلت على نفسك ومتوضي جميل قاعد تمسك الموبايل والسوشيال ميد لا 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 اقفل افصل موبايلاتك اقفل الآيباد وإنت متوضي اقفل وقول للملايكة كده حواليك أهلا بملائكة ربي يا ألف مرحب يا ألف خطوة عزيزة للملايكة بس اوعى العيال يشوفوك أنت بتقول كده ولا زوجتك عشان ما تطلب لكش المستشفى معلين أهلا بملائكة ربي لا أعدمكم الله مني خيرا خزوا على بركة الله الله كان الواحد من الصحابة يتلو القرآن يذكر الرحمن يدعو الله عز وجل ده إكرامك للملايكة كي أنك بتضيفهم يلا نضيف الملايكة يلا تيجي تعمل حاجة غلط تفتكن الملايكة معاك فتستحي من الملايكة نقطة مهمة رقم أربعة يا جماعة الحياة من النفس يا جماعة اللي يعمل حاجة بينه وبن نفسه يستحي أنه عملها قدام الناس فليس لنفسه عند نفسه قدر نقولها تاني اللي يعمل حاجة في السر ما يقدرش يعملها في العلانية يبقى نفسه ملهش قيمة عنده استحي من نفسك هي أولى أن تكرمها لأنه سبحان الله تستغرب من الناس اللي هم بخمسة واربعين واجه دول زمان كان سيدنا نبي يكلم على الوجهين ده فيه ناس شايلة المسكت في الجيوب انت بيكلم عياله بوجه كلم زوجته بوجه طلع قبل واحدة حلوة كده تلاقي الوجه اتغيق حاجة كده ناس الله مش عارفه وعيش مع نفسه ازاي صعب حاجة كده غريبة قابل نفسك ازاي يا أخي استحي منها استحي من نفسك ولذلك من أكتر الأشياء اللي تدمر الأعمال عدم خشية الله في السر ولذلك كان وهايب بن الورد كان يقول اياك ان تلعن ابليس في العلانية وانت صديقه في السر قدام الناس اعوذ بالله من ابليس وبينه وبين نفسه صاحب الأنتيم اه عاجة كده اخر حلوة مفعش الكلام ده ابدا مو ده ما عندوش حياء من نفسه استحي من نفسك نفسك لها قدر عندك خامسا واخيرا استحي من الناس يا سلام طبعا استحي من الناس ان يراك على معصية ولذلك كل أمتي معافل إلا مين المجاهرون وان من المجاهرة كذا وكذا عظيم استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك حزيف بن اليمان تأخر عن صلاة الجمعة فلما اقترب من المسجد لهم خلصوا الصلاة فتنكب طريق الناس كماشي من طريق محدش يشوفه فواحد لمحه قال له يا صاحب رسول الله اتستحي من الناس قال لا خير في من لا يستحي من الناس لأن الحياء من الناس هيبعوك إلى إلى الخير نقطة مهمة جدا يبقى دول خمسة حياء من الله حياء من سيدنا النبي حياء من الملائكة حياء من النفس الحياء من الناس أخيرا فيه حياء يرفض الإسلام الحياء من طلب العلم حياء يرفضه الإسلام يضيع العلم بين مستاحن ومتكبر سيدنا علي بن أبي طالب يقول عليكم بخمسة أشياء لو ضربتم إليها أكباد الإبن لا تجدوا مثلها خمس وصايا لا يرجون أحدكم إلا ربه لا يخافن أحدكم إلا ذنبه لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم وإذا سئل العالم عما لا يعلم قال الله أعلم وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يبقى الحياء من طلب العلم حياء يرفضه الإسلام رقم اثنين الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم ثلاثة الحياء من المطالبة بالحق لكحاء ما تستحيش أن تطالب به لكن تطالب به بالراحة وبأسلوب طيب ما أجمل خلق الحياء الحياء منه الحياء وأكثر الناس وأعظم الناس حياة أعظمهم حياء رزقنا الله وإياكم وأولادنا وزرياتنا خلق الحياء اللهم آمين شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لن تستحق غداة الموت أكفانا إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي السخور التي تحتل أبدانا هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل الأساد الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف أيها الإخوة الأحباب حسب الحياء سموا ورفعة أنه اتصف به المولى عز وجل فالله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمود عطية إمام وخطيب مسجد الحصارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا من لدنه عظيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وشكر الله تبارك وتعالى لمن أجر الله على يديه هذا الخير للناس هذه المجالس الدعوية الثقافية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أيها الأحبة الكرام منذ أن سطعت شمس الأزهر الشريف في سماء أرض الكنانة حمل على عاتقه بيان رسالة الإسلام للعالمين ونشر ثقافة السلام بين الناس أجمعين وترويض النفوس على التحلي بأخلاق الكرام المصلحين والتخلي عن أخلاق اللئام المفسدين ونحن في هذا المقام أقول إن فضيلة الدكتور رمضان ما ترك لي شاردة ولا واردة ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بهذا السؤال الذي تتشعب صوره ألا وهو أتدرون لماذا يوجد في الناس من يسمع النداء ولا يؤدي الصلوات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يشرب المخدرات والمسكرات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يتفوه ببذيء الكلمات وتدرون لماذا يوجد في الناس من أمام أعين الناس في نهار رمضان يتناول المفترات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يتخذ زوجه سلعة على التيك توك وما شابه من ذلك من أجل حفنة من الدولارات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يتغنى ببذيء الكلمات وبما يعرف في هذا الزمان بالمهرجانات وتدرون لماذا يوجد في الناس من لا يبالي بما تلبسه ابنته أو أخته أو زوجته من الملابس الضيقة الفاضحات وتدرون لماذا يوجد في الناس من تتشنف أذناه لسماع الخوض في أعراض الناس وقف المحصنات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يشوه صورة بلاده من يشوه صورة بلاده بترويج الشائعات وتدرون لماذا يوجد في الناس من يذهب إلى سرادق العزاء ويشرب الدخانة أو يتلهى بالحديث ويعرض بالحديث الجانبي عن الإنصاط للآيات البينات وتدرون لماذا يوجد في الناس من إذا رأى من إذا رأى الموت لم يتعذ بحضور الجنازات أتدرون ما سبب هذا وتدرون لماذا يوجد من الناس الخائنين أزواجهم والخائنات هذا هو السؤال الذي أخذت صورا من الواقع المجتمعي الذي يعيشه الناس حوله أتدرون لماذا كل هذا موجود أجيبكم بعد أن توحدوا الرب المعبود إنه فقد ثوب الحياء إنه فقد ثوب الحياء فمن فقد ثوب الحياء لم يبقى معه من الإنسانية إلا اللحم والدم من فقد ثوب الحياء لم يكن معه من الإنسانية إلا اللحم والدم أما من اكتسى ثوب الحياء فإنه يوشق أن يرتقي لمرتبة الملائكية اكتسى المسلمون الأوائل ثوب الحياء فبنوا أعظم حدارة وارتقوا في سلم درجات الفضيلة ولم تهوي أقدامهم في دركات الرزيلة ونشأ فتيانهم على جميل الصفات وكانت نساؤهم نعمة صالحات القدوات نظروا في كتاب رب البريات سبحانه فوجدوا أن من تعرى ولم يلبى الثوب الحياء افتضح اركزوا معي جيدا نظر المسلمون الأوائل في كتاب الله فرأوا أن من تخلى عن ثوب الحياء افتضح وأن من اكتسى ثوب الحياء انتصر وبه الحق افتضح هذا هو سيدنا يوسف عليه السلام راودته التي ربت عن نفسها وقالت له هيت لك فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ففضحت المرأة فضيحة على نطاق ضيق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلما لم تلبس تلبس ثوب الحياء فضحت على نطاق واسع قالت للنسوة أنا راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين فانتصر يوسف وبه الحق التضح يوسف أعرض عن هذا حتى كانت الفضيحة على نطاق أوسع لما رأت هذه المرأة أن المجاعة مهلكة قالت الآن قالت حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كانت الفضيحة على نطاق ضيق ثم كانت على نطاق واسع ثم جاءت الفضيحة بعد ذلك على نطاق أوسع ذلك أنها لم تكتسي بثوب الحياء من الله ولا من ثوب الحياء من النفس ولا من ثوب الحياء من الناس كما تفضل أستاذنا الدكتور رمضان في ذكر أنواع الحياء نظر المسلمون الأوائل في القرآن الكريم فوجدوا أن من اكتسى ثوب الحياء خلد الله ذكره في القرآن إلى يوم أن يبعث الله الناس إلى يوم أن يبعث الله الناس فهذا الكريم موسى عليه السلام يسقي لابنتي الرجل الصالح فعادت فعادت إلى الوالد وقص عليه ما جرى فأمر الوالد البنت أن تذهب إلى ذلك الرجل وتعود به إلى أبيها قال الله سبحانه وتعالى متحدثا عن ذكرها حياء قولا وفعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء اسمع وتدبر على استحياء قالت فكانت مشيتها مشية بها حياء وكان قولها قول ينم عن الحياء أما موسى عليه السلام فقأمرها أن تسير خلفه وأن تدله على الطريق بحجر فماذا كانت النتيجة إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فأصبحت له زوجة وأصبح له بيت ومستقر وعاش في أمن بعد أن كان يعيش في خوف هكذا نظر المسلمون الأوائل إلى القرآن الكريم فعلموا أن الحياء هو زينة مكارم الأخلاق فالحياء ثمرة المعرفة بالله جل وعلا فإذا ما أردت أيها الحبيب الغالي أن تعيش في أمن وأمان وسلم وسلام فعليك أن تكون عاملا بوصية سيدنا رسول الله حينما قال لأصحابه استحيوا من الله فقالوا إنا لنستحي والحمد لله يا رسول الله قال ليس ذاك الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا أو ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة لك عينان وأنت لا تحب أن يذكر الناس أو أن يرى الناس معايبك فإذا ما أردت أن ينسى الناس عيوبك فأعرض أنت عن عيوبهم ولك لسان لا تحب أن يتكلم عنك أحد بسوء فإذا ما أردت ذلك فقن حييا بأن لا تذكر الناس إلا بالخير فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا خيرا أنت إنسان يدخل إلى جوفك طعام وشراب فلابد أن يكون هذا الطعام من حلال واعلم أن في الأثر قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك إذا استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيابة يا ابن آدم إنك ما استحييت مني إلا أنسيت الناس عيوبك سينسى الناس عيبك قال يحيى بن معاذ من استحيى من الله مطيعا استحيى الله منه وهو مذنب من استحيى من الله مطيعا استحيى الله منه وهو مذنب قال الفيروز أبادي رحمه الله وحياء الرب من العبد لا يدركه عقل ولا يكيفه فحياء الرب حياء بر وكرم وجود حياء الرب حياء بر وكرم وجود إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه يستحي رب العالمين أن يرد يديك خائبتين صفرا إذا ما أردت أن تعرف قيمة هذا الحياء فما عليك إلا أن تفتح صحيحي البخاري ومسلم فستجد فيهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة شك من الراوي أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حياة الناس تنصلح وحياة البلد ستنصلح يوم أن يكون الحياء موجودا داخل الفرد وداخل الأسرة وفي العمل وفي الطرقات أنت ترى كثيرا من الشباب والفتيات الشاب يضع يده على كتف الفتاة دون خجل ودون حياء حينما تطالع الفيسبوك ستجد كثيرا من الصفحات الوهمية هذا يقول أنا معجب بك يا فلانا هذا يريد مواعدة بكذا وكذا إن كل من فعل هذا اعلم يقينا أنه قد نزع ثوب الحياء من الله عز وجل ومن لم يستحي من الله لم يستحي من نفسه ولم يستحي كذلك من الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ألا فاعلم أن الحياء من الله سبيل رضى الله وسبيل دخول جنة الله بل وصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذي علمنا ذلك هو سيدنا ومولانا محمد رسول الله فاللهم بأسماء الجلال وصفات الكمال اجعلنا من أهل الحياء اللهم اجعلنا من أهل الحياء واجعلنا للحياء أهلا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرش كربنا وأصلح أحوال بلادنا ونجينا اللهم من الغلاء والوباء وقشع التجار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سترا في الدنيا والآخرة يا عظيم الستر والمن والفضل والكرم والعطاء هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا لفضيلة الشيخ محمود عطية إمام وخطيب مسجد الحصري وحقا إخوة الإيمان ما سفكت الدماء ولا سريقت الأموال ولا شربت الخمور والمخدرات ولا هتكت الأعراض ولا انتشرت الموبقات والبذاءات إلا لفقد الحياء ومن فقد الحياء فقد خلع قاميص الإسلام لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا أي بغيضا مبغضا فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خؤونا مخونا فإذا لم تلقه إلا خؤونا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام إخوة الإيمان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نعيش الآن مع هذه الأدعية والابتهالات والمبتهد الشيخ بلال مختار بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني ويقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله أنا ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله على الهدي صلى الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان أن مرضات الرحمن أن تقوية الإيمان أن مفتاح الجنان بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول أن مفتاح القبول بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم تحية يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم تحية بالطيب يا بقو عطرها فواحوا المصطفى المصطفى خير الخلائط كلها تمت بيوم مجيئه الأفراح ماذا أعدد والفضائل جمة ماذا أعدد والفضائل جمة جف المداد جف المداد وكلت الشراح أرسيت في الدنيا سلاما عادلا فالبشر في أرجائها ينداح عدل وإحسان وفيض كرامة نصر وفتح ورحمة ورحمة وسماح سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى هذه المدائح النبوية من المبتهل الشيخ بلال مختار من أراد النجاة من النيران والفوز بالرضوان فليلزم الحياء فهو سياك يمنع المرأة من الدخول في المعاصي والموبقات فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء وسائر بلاد العالمين والمسلمين يا رب العالمين أيها الإخوة الأحباب في هذه الليلة استمعنا إلى تداوة قرآنية من فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم شحاتة كما استمعنا إلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف واستمعنا إلى كلمة من فضيلة الشيخ محمود عطية إمام وخطيب مسجد الحصري كما استمعنا إلى ابتهالات دينية ومدايح نبوية من المبتهل الشيخ بلال مختار وذلك بحضور قيادات الدعوة بمدرية أوقاف الجيزة يتقدمهم الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة والدكتور صبر الغياتي مدير الدعوة بالمدرية والمراكز الثقافية ومعنى أيضا لفيف من السادة علماء وزارة الأوقاف ورواد المسجد حتى نرتقي بكم في رقاء إيماني قادم نترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته